بحث محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون المشترك وسير تنفيذ المشاريع الممولة من البرنامج بالمحافظة وخلال اللقاء اتطلع مسؤول برنامج الحكمة السيد بيتر فاندربول ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضر موت المهندس عبدالله بن مخاشن اطلع محافظ محافظة حضر موت على المشاريع والانشطة المنفذة في المحافظة وأبرزها المشاريع المنقزات من خطة المرحلة الثانية لعام 2023 وعلى وجه الخصوص في قطاعي المياه والدعم بشبكات الطاقة الشمسية مستعرضان التحذيرات لعقد ورشاة عمل بالمكلة لبحث وتقويب سير برامج ومشاريع الـ UNDP ومشروع تعزيز المرونة المؤسسية الاقتصادية في اليمن الهادف إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية للاستجابة للاحتياجات المجتمع من الخدمات بالمحافظات المحررة وأعرب محافظ محافظة حضرموت عن شكره لتدخلات البرنامج في حضرموت مرحبا بعقد ورشاة العمل بمدينة المكلة لتبادل الخبرات بين المحافظات المستهدفة موجها بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الورشاة في حضرموت